كجفت هيئة النزاه الاتحادية عن توقيع محافظة ديوانية على عقود مناقصات بقيمة بلغت أكثر من 17 مليار دينار بعد قرار سحب يده وقالت دائرة التحقيقات في الهيئة في بيان إنه تم ضبط نسخ مصدقة من أولويات أو أوليات العقود بعد قرار سحب اليد بأكثر من 17 مليار دينار لافتة إلى أن عقود المناقصات خلت من توقيع عضاء اللجان المركزية جاءت خلافة أو جاءت خلافا لتعليمات تنفيذ العقود الحكومية وغضت تحريات الفريق وجمعه للمعلومات والأدلة إلى أن إبرام عقود المناقصات تم دون توقيع عضاء اللجان المركزية على محظر المراجعة والمصادقة والإحالة وخلافا لبنود تعليمات تنفيذ العقود الحكومية